أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم القطاعات التي تمنحها دبي ودولة الإمارات أولوية قصوى لتطويرها والنهوض بقدراتها بما يتماشى مع الخطط التنموية الطموحة التي تضع رفاهية الإنسان وسعادته كهدف استراتيجي جاء ذلك خلال افتتاح سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لفعاليات الدورة التاسعة والاربعين لمعرض الصحة العربي الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3400 جهة عارضة وأكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنحاء العالم واطلع سمو خلال جولة شملت عددا من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض الذي يضم أكثر من 40 جناحا دوليا على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبريات الشركات العالمية حيث أثنى سمو على ما يوفره الحدث الرائد على مستوى المنطقة من منصة مؤثرة وفعالة تهدف إلى معالجة التحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية إضافة إلى دوره في إتاحة المشاركين لفرصة التواصل مع الجهات الرائدة في القطاع من مختلف أنحاء العالم وحرص سمو خلال جولته في المعرض على التوقف لدى عدد من الأجنحة للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول مبتكرة حيث زار سمو منصة M42 حيث اطلع سمو على ما تقدمه من مشاريع في استشراف مستقبل الصحة المستدامة مدفوعة بأحدث التقنيات لسيما المرتبطة بعلم الجنوم والذكاء الاصطناعي كما زار سمو جناح مدينة دبي الطبية حيث اطلع سمو على أبرز إنجازات المدينة وما تقدمه من مشروعات في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية إضافة إلى مشاركات المدينة ضمن الجلسات الحوارية التي يتخللها المعرض ضمن فعالياته